السلام عليكم ومرحبا بكم قبل ما نبدأ كيل عادة نصلوا كامل على نبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد جوني بزاف حكايات تعناس يعتارفوا بأغلاطهم وكامل ندمانين على الشي اللي عملوه لكن القصة عنها اليوم رأي مختلفة على بلكم بالكارثة من العيار الثقيل بسكوا البدايات راهم أهم حاجة في النهايات راكم رايحين تعارفوا وتتصدموا معايا وأكيد تدوا العبرة أنا طفلة في العشرينات من عمري ما يهمشوا وين نسكن راح نسمي لكم روحي صارة وما رانيش حب نهتر المنطقة بالضبط وحبيت نقول لك أختي في الله راني نبدل تفاصيل صغيرة باش ما يعارفونيش لحد الآن ما زلني في الشرور التاعي وما رانيش ندمانه ولو كان نصيب ندير كتر وكتر ايه ما تستغربوش وين حبيتوا تلوموني في التعليقات غير لوموني بسح وشنو سمعوا خصتي برك سمعوا حياتي كيفاش ضاعت والطريقة اللي ضاعت بها ورقم رايحين أكيد تعارفوش صارة بها أنا كنت عايشة في أسرة عادية متوسطة ما عندناش وما يخصناش كان عندي بابة ومرت بابة هذه مرت بابة كانت مرة عادية في البداية كانت مبيين التنب اللي هي الأم الحنون ومنا اللي تخاف علينا لكن كنت غلطة أنا في حسابتي لأنه درت فيها ثقة عمياء هي كانت عندها دارها وربحها ولادها ذكورة ساكنين في دار ماشي الدار اللي رانا فيها حنايا كانت من الناس الأغنية لبس عليهم يعني حتى ولو طلقت مع رجلها الأول ولكن هذا الشي ما كانش كاعي همها وأسباب الطلاق تبقى مجهولة وما رانيش رايح نحكي عليها المهم تهمني معاملتها لي كانت بدات تولي أسوأ من اللي كانت من قبل أنا كنت نشبه للمرحومة يما نية نية لوحد درجة ما تخيلوهاش كانت عمدي أختي في عمرها عامين توفت ربي يرحمها قاعدت غير أنا وبابة وتلموا اللي كنت صغيرة وقع بابة قرر باش يعاود زواج ايه أرجال ما يصبروش أنا نعرفوهم وليت مرت بابة كانوا كبار بزف اللاج يعني كين 21 و 29 إلى آخره وهنا الحقت لسن 13 سنة وليت نفهم مليح مليح باللي مرت بابة ما تحبنيش تكراني وديما تحرض في بابة ضدي باش يضربني باش يعنفني وقت الخطرها قمت روح تنقرأ وكي رجعت قلت لي لماذا ما خسلت لماعن قلت له الله غرح لي الحال مع صبح نتع السبعة ونصف والباب يغلقوه على الثمانية ونصف قلت لي ايه لماعن السبق من قرايتك تغسليهم باش تروحي تخيلوا بابة خلفي هذه اللحظة سمعت حرش لي هكاك عبلكم اهدروا لك ما قال يا والو ما على بليش واش كانت تايرت له المهم هو قتلني بالطرب وقال لي المرة الجاية لو كان ما تخسليش نماعن وما تقوميش بالطارق قبل ما تحيط قراي كي ستقعدي هنا وما تزيديش تعطبي الباب انتح المتوسطة ستقولي انا تلمو الحالة النفسية ما كانتش مليحة في اليامات هادوك وليت ما نقراش مليح عكس ما كنت في الابتدائي ندي معدل ثمانية تسعة وحتى الاستاذ اللي كان يقرريني يموت عليا وكيرو حبابي سقسي ولي يقولوا ما تجيش بنت كراهي من الاوائل لكن من اللي طلحت للسيام قعدت نعاود في السنة قده من مرة ايه كيف شاكم حابيني نقرها في وسط المعيشة هذيك على كل انه ولت انا البونيش انتع الدار كل حاجة طيحة فقداري للعلم انا كنت شاطرة وخفيفة وفحلة على هذا مرتبابة كانت تكرهني انا شكيتها تغير مني والله اعلم اخترا كنا بدينا في فتحة الاختبارات من بعدها كنت نحفظ عادي تاريخ وجغرافيا لغة عربية جابدة كامل لكتوب قدامي جنت لعندي وقفت قلت لها كش محتشتي يما انا نعيط لها كماهاك بس كنخافة قلت لي يما كراهي في القبر ومزيجت عيطي لي كامل كماهاك لما عنشها مختران قلت لغسليهم قبل ما تبديت قرأي قلت لها خسلتهم والله العظيم اغرا خسلتهم ومام الكوشة درت لها رغوة قلت لي امشيت شوفي قدامي وقفتني قلت لي هادي وشنو هي صح كانت كينة واحدة طنجرة فيها الليل ماكلة وهنا ما شفتها كانت في الطرف كامل حسبت لي انقية قلت لي هادي وشنو تعلمي تخدمي الشغولية واحدة الباسلة وضربتني بكف جابت لي وجهي فوق البوتاجي قلت هذه كلها الكسرونة ونخسر فيها والدموع يسيلوا من عينيها حتى حسيت يديها سخونين سخونين يغلوا لماذا ليش علاش المهم رح تقعد في غرفتي وقعد نقرأ واشمع القراية نبكي بالشهقة ونقول والراكي يا امي والراكي خرجي من القبر ورواحي تشوفي بنتك وش راهي تعاني اروحي لي يا الناس ما رحمونيش من بعدها سمعت لادرانتاعي عودت ولات لي لابلكم وشتارت لي والله ما نكتب بالكتبيات فوق هذوك الكاراريس وتضرب فيها وقالت لي تشوفي جي بابك والله العظيم ما تزيدت وحيت قراي هي غير بدأت تهدد فيها نطل نجلي لرجليها وقلت لها تحيشي تحيشي يا امي يا امي ما تحبسينيش من القراية قلت لي ايه ما شيدوك وكنت تعيط الي يماك تعيط لها تسلكك بتزدت طبعتني ورمعتني فوق المطرح انتاعي وهذه الكتوبة هني نهترفيها ونبكي يا غتيف الله الكتوبة حكمتهم قطعتهم لي تقطع ورمعتهم لي في الارث ايه فترة الاختبارات ما رحتش نجوز بسكحرشت بابا وقاتلوه الطفلة هذي ما راهيش تحقق رايا رح سقصي عليها شوف كيفاش يهدرلك عليها وصح هو جسقسا واحد الأستاذة كان تقريني وقالت له بلي بنتك ناقصة بزاف هو جل عنده وقال عندك الحق وشكي تقولي صاي الطفلة هذي ما تزيشت رح تقرأ بابا مسكين كان معمي على أمره ما على بالوش وش كاين وش مكاش ماشي حاسب بنتو وش كاين في قلبي قاعدت للدار للتهمبير والشغل والمصائب كامل فقراسي وغير نغلط في حاجة صغيرة والله ما ترحمني حشكم تبزق عليها تضربني تعايرني ومان بابا ما يرحمنيش حتى هو صح كانوا عندي أنا خالاتي عماتي كامل ملاح معايا كنروح ضيفة مرة على مرة نحكي لهم ولا يودي قلوا لي أروح يعيشي معنا من بالصح لي الأسف مرتبة بتحرش بابا أنا لحقت لسنة 17 سنة في هذا العام نشفى باللي أنا يا أولي تشابة وكبرت على اللي كنت من قبل أولادها هذوك الشرفين اللي ما يستحوش ديما ولو يجول عندنا وخاصة ولدها اللي كان فيه عمره 29 سنة وحد المرة جاء للدار صابني نغسل فيلم معا ونخمل في الحالة قالي إيه انتي من اللي نشفى لك غير مع هذاك البوتاجي أنفضي شوية الدبان على روحك أروح ينقل حالة من هيك قلت له الله غالب الشغل انت على الدار لازم للعلم في هذا السنة أنا كنت معرفة سلاحي وكنت نتحجب قدامهم مرتبة بابا خزرت فيها وقعت لي نوضي شي من هيك نوضي ما توقفش كح قدام أوليدي وراح ولا كل مرة يتردد على دارنا وبابا ما يقول له والو بحكم مره ووليدها يجي يدي الخير والخمير وتعطي له حتى الدرهم ستقوني الوجه انتها وما كانش يبشر بالخير أبدا حينيها النورمال نحسو منها هدوك انتها دعاوي الشر ميه وش أصر معاه أراكم رايحين على بالي قاعد حلو فومكم وتتشوكاو واحد الخطرة كانت خلية الدار وما كان كاين حتى واحد أنا كنت في الشمبرانتاعي مهم قاعد يطبطب وقلت شكون قل لي أنا مول الدار قلت له انت مول الدار ضليت ملعين تح المفتح صبته هو محبيتش نفتح قلت له يمكننا عمر مماكيشها عاية طلها بل كدرك تجيرها عند الجارة قل لي ما كاين حتى واحد هنا في الدار أفتحينك نحتاجك قلت له لا 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 ما نفتحش قاعدت ساكتها وهو يغطر وانا ما جاوبتهش كامل المهم هو الجن جنونه نتع الصح حسيته ضرب رجله في الباب وراح كسمعت بالليل حس ماكيش كامل فتحت الباب غير بالعقل أياما صبت حتى واحد شوية عقدك دخلت مرتبابة شدتني مشعر وتسحب فيها دورتني في كامل كل واحد وقعت لي اي يا راكي حاسب الدارة هي رزقك قلت لها علاش يمه واش كاين قلت لي قلت لك ما تزيدش تحيطي لي يمه كامل مهم بدت تضرب في راسي على الحب حتى دارت لي درنفل جبهان تاعي زرقها ولات وقلت لها بركاي حبسي لي هذا الدرب راح تهمليني راح نخرج من الدار واللي تنعيط ونسوغ حتى انه الجنان سمعوا باللي كاين عياض كبير لكن للأسف تم كان واحد ما يقدر يدخل قلت لي ايه اليوم جوليدي وما حبيتش تفتحينه الباب قلت لها لا لا مفتح الباب واحد وديجا عنده المفتاح قلت لي ما عندوش يا واحد الخينة علاش تحرني فيهم الدخلة سيد كان مية بشر جمية ملخدمة شايط انتي يا ما حبيتش تشليلو فمو بشوية اميها ياللي ما تستحيش المهم شبعتني طرب لحمي كامل ولا زرق وانا ما كنت نسترجينا الفديد دي عليها ولا نعيط ولا نسب مع انه كنت قادرة ولكن كنت نخاف بابا خادش تضرب نتاعه كان شين انا بكيت حتى نشفه دموعي من بعد قلت نستنغر في بابا قلت غير يدخل نحكي له كل شيء قال لي كان يطبطب لي في الغرفة نتاعي ماشي في الباب بتاع بره مواما هو دخل ديراكت ما هترش معايا جاب السبتة كبيرة والمونش انتع البالي وقعد يضرب مرة بالمونش ومرة بالسبتة مخلانيش لحميك كامل ولا زرق انا في هاتك نهار كنت راح نهرب بالدار بسح قلت تذيقاب البشري انتع بره مره همش رايحين يرحموني وانا في السن تاع 17 عام على بالي بللي مكيش اللي يقبل بيا في داره ماملو كان نروح لدار خالتي ولا عمتي بابا يعاود يجيبني من عندهم ويكمل عليها غنقت الباب في غرتي وانا نبكي بابا كان انسان عنفي مرحمنيش وقالت له مرت بابا كلش في التليفون على كلين فات اللي فات فات هادك العام على هاد الحالة والتي تنحس مرت بابا ولا تمليحها ما تضربنيش ما تعايرنيش مبس صح وليتها هادك اللي قتلكم في عمره 29 في هادك الوقت يعني ولت 30 سنة قلها باللي حبيت نخطب هاد البنت اعنا عليها مهم انا ما وافقتش بس كنت نعرف كيفاش داير ما مش حال من خطران نسمعوا يحكي في البرتابل معا لبنات ويخصر في العذرة مهم كلامه كان معاني علي وانا تلمو اللي كنت نخافي تعدى عليها ولا تي ما غلق الباب واحد الخطراء دخل وانا مشيت جايبها الخبر هو كان مورايا حكمني تعدى عليها ضيع لي أجمل حاجة في حياتي كيت وش تكيت وسلمت له حتى على رجليه امي مرحمنيش قل انتيا ما حبيتيش تزوجي بيا خلاص ما لا اهقدروا حيشوا في شكوني يديك دركة خرجوا خلاني غارقة هكذاك في مرضي وهمي انا بلكم بكيت الدم لحشية هادك دخلت مرتبابة حكمتها للطرف حكيت لها على ولدها الخاين واشا عمل فيها هي قاعدة تضحك تضحك بواحدة تضحك تعادوك الأشرار وتقول لي هي وحدة الخاينة درتيها تجي أخر وحبيت تحصليها في ولدي ايه بكري كان ناويك مي هكذا والله العالي العادي ما تطمعي فيه امشي منا امشي يا وحدة الخداعة المهم هي تحاوس فيها وتضرب وقتل وكان ما تقفلش على هذا الموضوع هشية يجي باباك وقسم بالله نحكي له كل شي المهم هي نهار تحلف اعرفوا باللي تخلص عليها كحلة هبطلها الرجلي هنسلم عليها كل عادة وليت كل مذلولة والله الحظيم غير نحص روحي كلبة قلت لها تعيش يا رحميني خلاص ما تخبريش ما تخبريش سايي سايي ايه هدرتها بره ماشي ولدك وليت نكدب ونادر في كلام قعمكاش منه جوزت باش ترحمني جوزت باش متخبرش بابا ماشي صره المهم هي كان يطلها وليتها وحكا لها وفهمها بحكم هي مداثرتهم بزف بزف وحتى يحكوا لها اخطرات على ابنات متعرفين بيهم مرة قدامي قلها تلاقيت معا وحدا ايه ناس هدو كانوا من جنس واحد اخر جازوا تقريبا شهرين على حكايتي وانا على بلكم قريبة هبلت خلاص حياتي ضاعت وشلان يريح اندير قعدت صابرة للهم من تحت الدار مرات نقول نهرب من هذا الدار ونرح حالي نروح لكاش بلازة واحد اخرى نعيش من كين المحرمات على الاقل نتهنى شوية مضرب من تاعها مي في الاخر ندور ندور ونقول لا لا الشارع مايرحمش مستحيل نشد فطريق ربي شديت شديت بالصح ما ينوالو حالتي رايح للاسوأ واحد نهار هربت من الدار رحت لعن دار خالتي قعدت عندهم قريب يومين كان باباق اللبع لي الدنيا مع الاخر الفاق باليرانية عند خالتي جال عندي من تمو هو يقتل فيها بالضرب على بلكم احكمني مرحمنيش خالتي سلكتني ما مراجلها مي هو قل لهم لو كن واحد يزادي يدخل في بنتي والله العظم غير نشتكي بيه عند الجدارمية وندخلو للحبس مرمان رجحت للدار وانا مقهورة كتر من اللي كنت من قبل مرت بابا تخيلوا واش دارت في هذا النهار قاتلوا دي بنتك للطبيبة راك رايح تعرفوش بيها ايه يا ناس المرأ هادي خلاص حبت بابا بش يقتني وتتهنى مني هكا احسن وجاوا خطبوني للعلم ممي محبتش تمدني ديما كانت تقول لي كيفاش راح نمدكي ما هكا ما بديتك شبشارة فكنمدك هكذا ايه زعمة خايفة عليها ايه يا تحوز لو كان نموت باي طريقة المهم بابا الدانية عند الطبيبة في هذا النهار وتم كانت اكبر فاجعة واكبر كارتة كتبت له الطبيبة وحت الورقة وانا دموعي ما نشفوش قلت لها تحيشي يا دكتورة والله العظيم ما درت حتى محرمات ولي دمرت بابا ولي تعدي عليها والله ما درت حتى شي انا بريئة خرجوني من قرايتي المهم سلمت لها لي اديها بعد ان انقلتني وقعت لي ريحي في بلاستيك قعدي وش بيك يا بنتي اراهي عندي خبرتك كثير من ثلاثين سنة على بلي بلي ما درت حتى محرمات وهذا الشي اللي بيك اراه واحد تعدي عليك باين المهم هدرت معي يا ابنة براحادة في نفس الوقت عمرت لي هذه الورقة السكتوبر انا فرحت وقعت غير ان اتحك معها قلت لا يعطيك الصحة يعطيك الصحة بالصاح لماذا كان يستنى فيها بابا اخرجني من عند هذه الطبيبة ودي الورقة مباشرة من الدار لا تتحدث معها وهي تقول له استنى ميسيو دخل داخل باش نفهمك هو يقولها لا 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 عندي وليدي الله يبارك قارد هو يفهمني في الورقة هذه المهم هي تجري موراه هو رايح يجبت فيها من يدي خرجنا ورحنا للدار مرتبة قتله وشن هذه الورقة قالها هذه اراني اضيتها للطبيبة وكتبت لي هنا يا الشي اللي قلته قتله هان راني متأكدة وعلى بلي بلي بنتك دارتها كحلة مور ظهرك نورما لموت تقتلها قالها لا لا ما نقتلهاش علاه ما نتهموهاش الطبيبة قتلي ما كينوالو المهم كان تعيطت هي الوليدها الكبير كان قاري وعنده ماجيستار ادخل عندها ايا زيت باش نخبركم الناس هادو كانوا صح صح بني عداس هذه الكلمة قليلة في حقهم احكم هذيك الورقة وقعد يقرأ فيها وقرأ الفوقاء اسمي ولقبي اخزر فيها من بعد كيلني من الفوق للتحت وتخل الغرفة النوم تعمرت بابا وقعدوا يستنى وفي بابا في هذيك الهشية على باركم واش صرا حكيه له كلش بالصحة ماشيوش كان مكتوب في الورقة قالوا بنتك رهي بدون شرف هذي هي واش راهي تقول الورقة ولا ما كشم امني وروح اديها الانسان واحد اخر قاري وفاهم وممرت بابا حسيتها باللي حرشة ولدها ضدي هاه كانوا متفاهمين على كلمة واحدة المهم المعاملة السيئة هذي ستقوني بلاوالو ما تقولوا ليش بلي انتيا كنش ما كنتي دايرة ولا بالك انتيا ماشي مليحة نقولكم انا بالدار ما كنتش نخرج ومعروفة بسمعتي المليحة قدام جيراني وكي كنت نروح لدار خالتي ونحكي لهم يبكوا معايا بالدموع بالدمع يا ناس على كلين فات اللي فات كل حاجة رحت وبدال انتقام الكبير انتاعي اللي ما راكمش رايحين تتوقعوها لماذا يقول لك المرة صح تقعد في الدار بس احكيت حب تدير بليس في قرعة ديرو انا ونطرهاي لكم بصريح العبارة خليت الشيطان مصدوم من كل انتقاماتي مرت بابا كنت نحوص نرشيها باي طريقة كنت نحوص نقتلها هم بعد قلت لالا الموت بيد ربي انتقامي بدأ من هاتك النهار اللي بابا قال للمرت بابا ربطي لها يديها ربطتهم لي بالكردة وهو قاعد يضرب فيها بالموشنت على البالي حتى كسرهم فوق دهري ضروعي والتي لم نحسش بيهم صاي قريب ما مت في هاتك النهار حتى ضحت مسمى من الارض وتغاشيت ونسمى غير في بابا يقول لها بعدي عليها خليني نخسل العربية ديها بعدي عليها قتلك صينو نكمل عليك انا حليت عينيها على مرت بابا وهي تقول لي اكيمليحة ايه المرة هذي تحولت من المرة شريرة لام حنون ديرتلي الموت قول لي صاي انت عملتها وخلصتها غالية وانا اقولها ربي وكيلك كنتيكي وليدك تخلصوها عند ربي غير ما تخافيش وهي تقول لي دوك نعيط له دوك نعيط له غير زمي فمك مهي مسكت وضربت النح جوزت تقريب 15 يوم وانا في فراش ضغر يا رجلية حسيت كل شيء مكسر فيها وهي تجيب لي الماكلة نورمال هولا تمليحة معايا من بابا حتى هو خف بالزاف على روحه واحد الخطر اسمح تجارنا يعيط من بعد خرج لي بابا كان في الدار كنا بالجمعة قالوا بنتك ما كاشها هنا يا قالوا لا لا راهي هنا قالوا وش بيها عندها حال ما بانتش قالوا لا غالب راهي مريضة بعد قالوا اسمح لي يا عمي الحاج على بالك اسمع لي واش صار غير كيمة قالوا خير ان شاء الله واش سمعت قالوا مرتي راهي جات حكات لي باللي انت قتلتها بالضرب وسمعت الصراخ انتعام تاقة بس كان حيط واحد يفصلنا وديما يسمحوه يضربني قالوا عيب عليك ما الذي تعمل فيه الطفلة ما شفنا من هاوالو ما دخلتش مدار طيما مع الشغل قالوا ما تدخلش روحك هذه راهي بنتي ونعلم لي كيف نربي ايا قالوا ساي خلاص ما ندخلش روحي اراحوا وخلاه المهم فات سويامات وانا الحمد لله بدت نسترجع صحتي ولكن قالوا مرأة واحد اخرى صارت حولت من هاديك الطفلة الطيبة الحنينة الرقيقة الى امرأة مكاشر رقدها قالوا مرأة نبقى هكذا انا يا ما ننفطشت بنعنا روحي لازم ننتاقم ننتاقم بأي طريقة اخي انا اللي راني حقم الدار وانا اللي راني نطيب وانا اللي راني نخسل مرتبابا سينبيلا تخلصها غاليا واحد المرة قلت للمرتبابا باللي راهو كاين القرلو في الدار لكن كان ممنوع لي ان اخرج كامل وهو ما كانش كاين المهم شبعتني سبان ومعاير قاتلي باسكو هادي انا نضافان تاعك تسيقي غير ويني شوف احمد والكوانات مزنجرين على بيها جان القرلو راحت شرات هذا كدوة المهم زي ما لعبتها درت في الكوانات ودرت لها في الماكلة خدمت واحدة الجو في الدار بعاصر البرتوقال والبيطراف اللي كانت هي تموت عليه بس كانت تعاني من العنيمي ودائما كانت تقول يدير يهولي حكمت لها الداخل وضيدت لها العسل الحر باش ما تفيقش كامل للذوق انتاعه وهي كانت تحبه ثقيل بزاف تقعد تفرج تليفزيون وتشربه حطيتها لها قدام لكوافز انتاعها وقلت لها هكذا يا امتي جبت لك الجون تاعك ربي شافيك روحت وخليتها المهم هي في هذا النهار بعد مرور واحد تلت سوايح تقريبا شفت مرتبة بفلي صانيتاغ تتقية ردت تفوادها وقالت تقول لي هذا كيف ترتيله قلت لها كيمالعادة وماذا كترت لك العسل الحر فيه هذا ما كان اخي مليح فيتامين قلت لي لا لا اخطرها قلت لك ما تكتري ليش العسل قلت لي غرف تكفي قلت لها سمحيلي غلط سمحيلي المهم هي ولت حالتها حالة جسمها وله كامل حمر وقت الفجر سمعت عياط كبير كبير في غرفتها قلت له كائن قلت لي جبلي كاسمة راني شيطة راح نموت وقعد التهدر بصعوبة والتنفس محس بالله هو ينقطع لها بعدها نظف بابا قلها نوضي ماذا يروح نديك الاسبيتر ايا انا البست معهم باش نروح بعد بعد بابا قل لي قبضي بلاسة تشوفي قبضي بلاسة دوك نردمك هنا انا اصلا ما كنتش حابة نروح معهم بس كنحبها كنت حابة نروح باش نعرف السبب واش رام رايحين يقولوا الاطباء المهم هو الداخل السبيتر وقعد يعيط لي في التليفون وقال لي يمك راح تقعد هنا قريب ثلتي ام ولا اربع ايام من بعد كوب بيت قتلوا يمه يمه راهي في القبر الله يرحمه هذي هذي ماشي يمه قعدت نقول الشح فيها تستاهل يا رب ان شاء الله وتموت يا رب ان شاء الله يديها علينا وقعدها في الدار عاود هذا الخبيث أوليدها اللي تعدى عليها جاء الدار وهنا اكيد هذه المرة رأيت له خطة جهنمية حكمت البورتابل انتعي وحطيته يسجل هو قاعد يطبطب برا وقال لي فتحي الباب نهتر معك لماذا هكذا ديما مقلقه ومتعطيني فرصة انا انا احب نزوج بك المهم فتحت له الباب قلت له مكاش مشكلة انقصره كما يحب خاطرك صح كينا حاجة خليني ندير شوية قهوة ونقعده قال لي ايه ايه انا استنى فيك هو ما صدق رح يجري للشامبرة وانا كنت حاطة البورتابل انتاعي يسجل في الفاز انتعى النوار قاعدت معه قتله وشوف احبت انقل لك حاجة برك قتله اكتشفى نهار جيت وتعديت عليها لماذا ما حبيت تزوج بيها قال لي راني مستعد انتزوج بك وراني مستعرف بالغلطة انتاعي على بالي باللي درتها ومشي من حقي وعلى بالي باللي بابك قريب ما قتلك على جالي وانا كنت سبب في هذا الشيء ولكن دركاء انا احب ندك نزوج بك والله العظيم انا ما خليتوش كامل يقرب مني كنت نهتر معه بكل هدوء قلت له غدوة صباحة ودولي بابا وحتى يمكرا مشدينها في صبيتر غير روح غير روح بسكو بابرة وفي طريق جاي لما امنتني شدوك سيطلق قدامك المهم هو اقول لي صاي صاي مفرح بالزاف انا عرفت كيفاش نهتر معاه وعرفت تانيك كيفاش نطيحه في الفخة ونخليه يعترف هو راح وميت بالسعادة ما صدقش باللي انا صاي احنولي ليه وقعد يوعد فيها بالزواج وكلام كمان هكذا غلقت الباب المفتاح رحت اتأكد من التسجيل الصوتي ان لقيت صح كل شي حاضر الحمد لله برأتي رحت بان للمرة الثانية هي صح الانتقامات هذو كانوا كامل ملاح وهيلين بس صح صراحة الشي اللي عملته في الاخير هو اللي بلك راه رايح يقلقكم ورحين تلوموني عليه لكن انا ما زل ما رانيش ندمانه سيخونا افرح بزاف وعاودوا لا من غدوا هدك اهلا بلكم انا ما فتحت لهش كامل الباب خلاص اديت وش كنت حبه بابا في هذو كنهارات اللي كانت مرت وحكموها في السبيطار وقالوا له عندها تسمم غدائي شدوا هكتر من تلتيام هذو كتلتيام حكيت لبابا كلش وحتى سمعتوا هذك التسجيل الصوتي وقلت له شوف وزيدت دي هذيك الورقة عند اي طبيبة راك رايح تتأكد باللي تعدى عليها انا خاطيني يا بابا هذي راهي تربيتك مستحيل نعمل هذا الشي المهم هو الدمعة حسيتها في عينه والله لأول مرة شفت حنانت بابا عن نقني ولا اظني ليه وقال اسم حيلي بنتي بكيت بالشهقة وفرحت في نفس الوقت لأنه بابا عاود ولا لي وقلت له ما تكبرش الحكاية مرتك دركاه ما نعرف إذا رايحة تعيش ولا تموت رايحة تخلص في الأعمال اللي دارتهم وأكيد لا رايحة نقول له ماذا عملت لها؟ قلت له هاتك الراجل يأتي هنا للدار حاوزوا حاوزوا بابا المهم هو راحة لدارهم وقالوا باللي رايحة نشتكي بك لو كانت عاو تولي للدار اين سيد باش نخبركم؟ بابا قلنا نروح ونرفعوا دعوة ونقولوا باللي هاد سيد انا قلت له مستحيل غير هذا الوحش اللي ما نزوت به خلاص نقعد مكملة حياتي معاك وكان بابا مسكين وعدني وعدني باللي مراهوش رايح يزيد يصدق مرتبابا على اي حاجة ولا يبكي ويجبه تصاور انت على المرحومة يما ويقول ها السمحي لي راكي في قبرك غضبان علي شح من خطران شوفك في المنام؟ بس احما فهمت والو الأيام هاد قصرنا وبكينا بابا حبيب قلبي عاودوا كما كان اتخيلوا نار خرجت مرتبابا من المستشفى قاعدة كاريتا ليستومنتحها كل يوم توجع المهم جسمها مولاش كما من قبل كانت سمينة ويجيبها شياند كامل على كلين انا هذا الشيء كامل ليس فشل غالي نتاعي كنت احبه كثير وكثير بابا من هذا النهار يخليني نخرج يخليني ندخل نروح عند خالاتي نجوز لي فاقونس عندهم مرت بابا مئتا من جهتي ماشي مستطقة والتي اتهم فيها بالسحر والشعواذة هون قاتلي سرموكش ماركي دايرت له لكن هو خلاص بابا سيني عليها بالحمر وكان حب يطلقها لكن هي اللي محبتش تخرج من هذك الدار وكانوا عندها سبعة خاوتها ثقورة قاتلو نجيبهم لك يدق دقوك وحكاتلو بلي الأمر اللي سرى ما بينو وليدها وما بيني وكي تعدى علي وقع هي ما كانش عارفة به والطفل هادا نحاوزهم الدار وخلاص قنعاتوا بالكلام شوية على كلين هي قاعدت في الدار مراتي سرولها مشاكل معاه مرات معايا وانا راني بكملة حياتي اه لازو متحنية واحد المرة روحت لدار خالتي قاعدت عندهم سمانة ونحن غير نضحكوا وش كان سرى بمرت بابا صح ما حكيت لهم بليدرت لها الدوان البنت خالتي قلت لي تعيشي جي معايا قلت لها ويرك يا رايحة قلت لني حانت صحبتين نرجع لها الكتابات انت وحى سلفتهم للبارح قلت لها ايه معليش انت وانسوا رحنا مع بعضانا وحنا ماشيين في الطريق من بعد ورعت لي واحدة دار صغيرة هكذا ومتبينش كامل قلت لي اسمعي اشوفي نوريلك هذه الدرورة ديبالك تجيب لنا ديبالك بلي كينا سحارة تمة قلت لها اوه ما ظنيتش قلت لي وقسين بالله ما ننكدب غير قزانة وش حال من واحد وواحد قل علي هكي ماهك وصاحبتي عرفوها مليح مليح قلت لي ايه يختي انا جامي سمعت بيها وهذا الطريق جامي جيت منها قلت لي ايه راني فهمتك انصي جاميك اش واحد يقول لك قلت لي على اساس تنبه فيها يا برك بالصح انا الشيطان بتي وسوس لي في رأسي كل مرة كنت قاعدة فيها في غرفتي وحدي قلت نطلع ونهبط قلت هذه المرأة التي قاعدة هنا رغم واشتارت فيها وبابا مطلقها لازم علي نخرجها من هنا نعيش انا وبابا وحدنا نتهنى بلك في يوم من الايام نلقى واحد يسترني المهم واحد الاختار وصلت له هذه المرأة خفيتها بحكم بابا كما قلتكم او يخليني ندخل نخرج هو كان برطة كبيرة كحل ادخلت صبت ربعه انساء لداخل قلت لهما واش ما رقم جاي نديره هنا قالوا لي ايه راني جاي نقطع العين والتابعة لم تخزرت فيها وحتوت باسمت لم تقلت لها انا تانك نقطع معكم وضحكت المهم احنا رفقنا البعضان بللي هذه مراهيش انسانا تقطع ولا تدير حاجة نظيفة بللي راهيم وشعويدة لكنهم على كلين انا قلت نستنافذ دالة نتاعي ادخلت لهذه المرة هي كان عندها بيروس غير تستقبل فيه كامل الناس الجدد حكم تعرفوا يخافوا بزاف على رواحهم قلت لها شوفي انا عندي ذهب تعم ميمتي ربي يرحمها مستعدة نمده للك كامل لو كانت تقومي لي غير بحاجة واحدة وقلت نحكي له وش كان صراب حياتي هي شفت فيها وقعت لي امرت بابك يسموها هك وبابك يسموها هك وهذا اللي تعدى عليك يسموها هك مهم وليت تجبدلي في حوايج صح كينين منهم هنا تأكدت باللي هذه المرة رايحة تقضي لي صالحتي نورمال اجبدت لها واحد سباعيات وسنسل انتاع ذهب وقرميطة قلت لها دورهم رزقك تضيهم لو كانت تقضي لي حاجتي هي شدتهم بين يديها من بعد حكمت لها يدها قلت لها بصح وش رح تضيري لي خفت لو كانت تضي لي ذهب قلت لي راني نقل لك حاجتك مقضية وش ركي حابة هذ المرة تخرج من الدار ولا تموت قلت لها حبيت نمرضها نرشيها نخليها في الكوانات عاني معلش الى مطلقها شبابة المهم نخسر فيها ونستشفى هي قلت لي عاودي أرجعي لي بعد مرور أسبوع قلت لها قلت لي قلت لي واحد الحشوب و واحد العفسة هكذا حيوان يعيش نرمال في الصحراء وكان الفم تعم خيط كامل وقلت لي تانيك لازم تجيب لي عفسة من ملابسها كنت مديتهم لها هذيك ماشي بروبلام ما عايشة معها في نفس الدار وقادرة على كل شيء المهم مرتبابة بعد مرور الشهر قلت نشوفها زادة شيانة تكثر وكثر وكاين بعض التفاصيل اللي قلت لي حطيهم لها في غرفة نومها وبالك تشوفهم وتانيك بعض الأعشاب نذرذرهم لها فوق ماكلتها يعني ما فيهم لانوكهوة لا رائحة ولكن راح يمدوا المفعول انا يا الشيطان اعمالي البصير انتاعي قلت نخمم غير في الشرور قلت نخمم غير كيفاش ننتقم منها ونخليها تعاني وكل ما كنت نشوف اثار السحر عليها ديما نقول هذيك المرأة صايف راتها لي ونضي لها قعد ذهب اللي كان عندي المهمة خسرت ذهبت حماما اللي كان يقدر بقيمة مئتين مليون اه فجال باش نخلي مرتبابا تعاني المهم هي ولاد صحتها قعراشية متقدرش توقف مرتبابا كي ولاد تروح للأطباء كل واحد وشي يقولها ومام يعطلها الدواء ما ينفعها موالو حتى انه بابا ديما تقولوا الديني عن دراقي لكن هو موالو ما يخزرش كامل فيها بس كالبالو باللي شريرة والشي اللي عملته فيها ما حبش يسامحها عليه قل يخليها كيما هكا تسوفري وتعاني مرات كان يديها للطبيب ومرات والله ما على بلو بها ايه انا درت لهم القره ودرت لها التمريضة تمريضة ايه باش تقعد على الشياء في الشوكة ومانانيش حابا ندقق باش هكما تقولوا لي شركت شجعي وقعراني نحكي في حكيتي وتعرفوا واشصرا بها وبالك كيالي راح يعطوني الحق ويقولوا لي واش درتي صحيح وانتقامك كان كبير بزاف وبالك في اكبيرة راح يلوموني لكن انا حاليا مرانيش ندمانة مرانيش ندمانة بس كل مرة نشوف مرتبابة تعاني كتر وكتر تعاني ولكن مكيش الدواء ايه واش دارت فيها كامل راح تخلص تخلص اضعافا مضاعفة وانا قلبي الحد الان مازالق سحلها مازالك حل نقول لك يخطيف الله هذه الحكاية انا حاليا مانيش متزوجة اصلا اش كون الرجل اللي راهو رايح يقبل بحالتي بالصح الشي اللي شفى غاليلي هو مرتبابة كيف شراه تعاني على بلكم مراهي تدير الحفاظات انا ازعم قيمة بها قدام بابة بصحكي روح نخليها هكك بزبلها واحد المرة حطيت لها لي كوشة عند رأسها وقلت لها هكي كوليه شميه هدية نقدر نقول كل تفاصيل القصة ولا الاحداث المهمة وكين حويج بزاف ما حكيتهم واش راني نعمل في مرتبابة والثاني حتى هي واش عملت فيها قصتي ما حبيتها تكون طويلة ومملة ومعلا بليش الى تعجب الناس ولا ما تعجبهمش بصح انا ميهمنيش حاجة اللي تهمني اني انتقمت انا بلك الحاجة اللي راني اندمان عليها هي كيش ركتب ربي هذا ما كان وان شاء الله ربي يغفر لي بصح ربي على باله واش دارت فيها هد المرة على باله واش فوت اعظامي تكسروا ضيعوني قهروني ما كين حتى واحد يقبل بي راني عايشة واش نعيش برك ناكل ونشرب وقعد في الدار الحمد لله علاقتي مع اهلة حسنت وحتى مع بابا مي بصحة مرتبابة لو كان ما نشوفها مخرجينها في صندوق كعمان بريتش وهذه العاقبة اي وحد يدير الشر وسمحي ليختيف الله ممكن الاحداث الاخرى رح تقلقك ولكن حطيها في قناتك باش الناس قاع يعرفوا قصتي من البداية للنهاية واكيد الرأي انتعهم راني نقرأ فيه في التعليقات وسمحي لي راني غيرت بعض التفاصيل صغيرة مش ميعارفونيش خالاتي وعماتي بس كي موتوا عليك ويتبعوك بزاف